السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب قبل نبدأ بالSpring Boot لازم نعرف كيف النصبه وشنو الIDE اللي يستخدمه طبعا فيه كثير IDE ممكن استخدامه فيه عندك الإكليبس وفيه عندك VS Code VS Code أيضا تقدر تشغل بداخلها لا شكرا تشغل في داخلها Spring Boot طبعا انت بجرد تكتب VS Code VS Code هالشكل راح يطلع لك الموقع ما تلي والVisual Studio VS Code تضغط عليه وتجي هنا تضغط على Download بس هلقيت هذا المطلوب من عندك هاي اول خطوة طبعا عني لانه محمله فهاقدر يجي هنا للDownload راح تلقى موجود بالDownload دابل كلك عليها وتبدي تنصبها Run Accept ناخذ ناخذ ومثل ايقون اتضغطي اد اي شغلت ايقون طيب شو هاني انزل بالفيديو الصوديكود شا اكتب هنا اكتب سبرينج أوكي أو سبرينج بوت و Vs code الشكل سبرينج بوت و Vs code Vs code الشكل فاشي طلع سبرينج بوت سبورت في جوال صديو كود اضغط عليه هذا ليش راح تطلع لي بالموقع على طريقة مجموعة التعليمات يعني مثلا اني قولي هنا انستيلك ستيشن باك فور جاوا خلي شوف هنا كمل كمل خلي نقول نشيل الصح منا نقولها finish شوف ايجا موجود صار بالدسكتوب طبعا اذا طبعا اذا انت من الناس اللي نسيت تعمل لها Add Desktop تقدر تروح للبحث وتكتب هنا Vs code فيطلع لك Visual Studio Code فمنها تقدر تشغله وتقدر منك اي مكان المهم هذا هو Visual Studio Code امامنا حلو طيب اذا مطلوب من عندنا خطوة اولى نستيل extension pack for Java خلي نقول right click open link و شوش يقول طبعا عندي open Video Studio Code خلي نقول اوكي هذا شوف extension ما جافا 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 download طبعا هنا من موقع oracle تحمله download زين بهذا الشكل تكتبها java download فيطلع لك اكثر من موقع اول محبث انه ياخذ من oracle شوف هنا عندك تنزل تنزل لين هذا هو كله من java.com احنا نريده من oracle شوف هذا www.oracle java downloads ناخذ هذا ماشي طيب ننتظر يحمل تمام فننزل شوي للأسفل شي يقول لي يقول لي عندك العشرين وعندك الاصدار السبعتاش available now انتظر شوي هذا اللي هو بعد ادي يفتر شوف ظهر عندك العشرين تمام اللي هو راح يستمر لحد 23 september يصبح اكسباير زين السبعتاش شنه يقول لحد 2014 هذا يفيدني فاختار السبعتاش انزل للأسفل عندي لينيكس ماك ويندوز اختار ويندوز عندي 64 ف عندي هنا انستلر عندي MS انستلر اختار بالنص اقول شنو كليك راح يبدأ بعمل download شوف لاحظ هنا يعمل download هذا اغلق بعد طيب بعد شنو عندي خلي نشوف هنا نرجع installing بعد انزل ليش عندك اكثر من شغلة ينزل شوف هذلك كنتهم راح يعمل لها download دائما لكل وعندي اللاق اللي هو شنو انستل the spring boot extension pack خلي نقل right click open تمام وراها يقول لك انت تصنع بالانتشيليزر بعد نشوف لكم الانتشيليزر شون نصنع بها التطبيق وهنا نتشغل شوف هنا يعلم كل شي يعني هنا مثلا يقول لك شون تضيف على سبي مثال java notation process سابقا ما كان يدعم هذا الشي على فكرة بس بس جديد بلا يش يدعم ه يقول هنا أنا يشوف التاب الثاني يقول open video studio code خلي نقول ok نجي video studio code شوف فتح لي هذي شوف اقول install install ايضا عنده ثلاثة pack شوف extension pack هذا ينزل لي مالت spring boot انتظر الى حد ما يكمل شوف شي يقول لي مفروض انه انت تنزل ويا extension malta java runtime بس نكمل spring boot يكمل تنصيب package malta اذا اجي هنا من جديد جافا عندي نزل تمام ف خلونا نأجي نغلق ونرجع هنا رح هلقى java منصبة او java محملة خلونا نقول مو منصبة انصبها double click yes yes اعيدا انو انو اني منصبها فيقول لي rein install عادي ما مشكلة اقولي install كيف ها كل التنصيبات بال بالموندوس تشابه كلها next next يعني ما عندنا شي ينضيف طيب هذا نقول next next رح يبدأ بعمل التنصيب هذا رح ينزل job ايضا في حاسبتنا هذا اللي يعمل installing هذا ايضا نقدر اقول install jdk 17 بس دعنا انتظر هذا يكمل حتى لا يصير تضارب شوف هذا نزل ظهر عندك and install فيقدر اغلق هذا اغلق اغلق هنا شنو عندي next steps شنو هو ما محتاج هذا اغلق اقول close شوف هنا قال successfully installed نزل فش اقول هنا يعني هنا من install jdk مطلع 17 اغلق اغلق click راح يودين ال open jdk 17 اللي هو موجد مرفوع على github طيب نجي نقول double click اغلق تمام اغلق next next او خلني نرجع back i should set home او او كي جافة oracle نقول next next نقول yes تمام نقول finish هذا نقول cancel لان مرتين اغلق المهم طيب الان اصار عندي jdk ايضا منصب خلينا نغلق visual study code او او نرجع مرة نفتحها مفروض انه نلاقي ال extension الخاص بال spring boot او 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 شوفوا لاحظة هنا ظهر عندك Spring Boot داشبورد وهنا ما عندك Spring Boot موجود ماشي فشنو اللي يحتاج من عندك هذول الكلتهم أغلقة الآن إذا تريد تسوي مشروع Spring Boot في عدنا موقع اللي هو الانيشيلايزر او Spring Initializer تكتب هنا Spring Boot Initializer سابقاً كنا نصنعها يدوياً الآن لا نقدر نعتمد على Initializer Boot هذا شنو؟ هذا بدل ما أنت تقعد تجمع المكاتب وتضيف الأنواع التي تختارها هذا يختصر لك الموضوع كلتها أنت تنطيل المواصفات اللي تريدها وهو الشي يسوي هو العليه أنه يصنع لك إياه ومجرد تقول لها Download وينزل لك إياه يعني مثلاً هنانا على سبيل مثال نستخدم Maven البروجيكت ممكن تستخدم Gradle Groovy أو Gradle Kotlin طبعاً Groovy يستخدموا جماعة الفيسبوك تويتر جوجل أيضاً يستخدموا Groovy تمام؟ وهو Spring Boot احنا راح نستخدم Maven واللغة ممكن تستخدم Kotlin ممكن تستخدم Java أو Groove احنا بنسبة لنا Java هنا نسخة Spring لا تستخدم السناب شوت السناب شوت دايماً شنو؟ النسخة اللي خلي نقول مو نهائية بعدي تجريبية ده يعملون عليها تجارب فأنت عندك مثلاً نسخة 2.7 أو 2.0 أو 3.2 لا هذا ليس سناب أو 3.1 فعندك 3.1 3.0 2.7 ذولة بس تستخدمهم السناب دايماً أهملة لين بعدها تجريبي طيب نختار نحن 3.1 زين هنا نشي طلب من عندنا اسم الباكيج طبعاً هنا ممكن نكتب اسمنا محمد عيسى لو تلاحظون هو يشبه الدومين يشبه الدومين شون هذا الدومين بس بالعكس كاعد بينا نانا خلي نقول مثلاً طبعاً انت عندك الارتفاكت ممكن تكتب أي شيء هنا تطبيق مالتك MyAir تمام وهنا توصف البروجيكت مالتك هذا نصي تكرر تكتب أي شيء فالباكيج النهائي مالتك رح يصير محمد عيسى محمد عيسى محمد عيسى طيب مالتك مالتك هو جار رح اختاره جافو ماتنا هو 17 اوكي هنانا Dependency ماذا؟ المكاتب التي تريد توفر مع هذه النصفة طبعاً هنا اذا كتبنا على سبيل المثال ويب فرح نلقى Spring web هذا مثلاً يقول لك هو يحتوي على بناء المشروع RESTful API تجريد تسوي بيها Spring MVC وحتى بيها Apache Tomcat لان هو أصلاً يشتغل على سيرفر Tomcat يعني مثلاً إذا مشتغلين على PHP فPHP يحتاجه Apache Server هذا Tomcat تمام؟ فنختارها نقول لك من تختارها تشوف انه هنا نضاف Dependency طبعاً تجريد ضيف بعد تجريد ضيف جد متريد تمام؟ بس ثاني بالنسبة لي رح اكتفي فقط في الويب حتى نتعلم الاساسيات اخر شيء تضغط على Generator فجنراتر شي سوي يبدي ينزل لك يعمل لك لاحظ عملي طيب من عملي إذا أجي للفايل ففي الداول لود راح ألقى عندي Zip File أقدر أنقلها للدسكتوب أجي على الدسكتوب هنا أنا مثلاً أفك الضغط مالتا Extract هنا ففي الداول لدسكتوب يظهر لي هذا الفولدر تمام؟ هذا خليه أغلقه Delete أو أحذفه أجي هنا أنا أقول لها File أقول لها Open Folder أجي على دسكتوب هذا هو MyApp طبعاً الجميل بال Spring Boot خفيف جداً وحجمه صغير جداً كيلو بايت يعني حتى مو 100 كيلو بايت إشكتوب صغير حجمه هذا الجمالية بالمشروع يمكن يختلف من كثير من اللغات من تحملها داول لود بالميجا بايت هذا لا بالكيلو بايت فعدنا هنا مجموعة فولدرات طبعاً هذا الفولدر .mvn أوكي هذا مات المايفن ما لنا علاقة بي هذا بالنسبة للملفات اللي يرفعها على ال GET إذا تستخدم GET وبقية الأشياء بنحتاجها بس أكثر شي مهم هو POM XML اللي هو راح يقول لك شنو المكاتب اللي موجودة بهذا المشروع تمام عندك مثلاً السورس مهم ليش؟ لأن بداخل السورس راح يكون عندك المين والجافا اللي راح يكون بيها الكلاسات مثلاً هذا المي أب أبل كيشن اللي هو مسؤول على تشغيل التطبيق اللي بيها الفويد مين إذا درس الجافا وهنا الرسورس اللي راح يكون بيه شنو بعض التعليمات مثل الابل كيشن برو برور تيز وأيضاً عندك شنو؟ عندك هنا التامبلت تمام؟ قوالب نضيفها فهي الأشياء الأساسية اللي موجودة بالسبرينج بوت ماشي؟ الموضوع جداً سهل طيب شون الشغل عني؟ بسيط أنت إذا منزلت نزلت الباكيج اللي قيت لك عليهم فأي كلاس جافا أوكي؟ أي كلاس جافا راح تلقى هنا مثل مثل بلاي تشغيل لاحظ لو جيت على ملفات أخرى ليست بـ .java ما راح تظهر فقط اللي بيها .java تمام؟ كلاس ممكن تشوف هذه الصورة اللي هنا أوكي؟ فمنا أنا أشغلها طبعاً أنا ش أحتاج أحتاج على سبيل مثال في الستاتيك أعمل لي هذا مو فولدر استاتيك أعمل لي فايل اسمه index.html وأجي أقول له enter وهنا أنا مثلاً أجي أقول له h1 tag وأكتب هالو محمد عيسى زين وأغلق ال h1 tag بهذه الصورة وأقول له ctrl save حتى أحفظ الفايل تمام؟ طيب لاحظ هنا البلاي أيضاً ما يظهر لأن أي ملف مو امتدادة .java ما راح يظهر عنده play فهنا نأتي على الجافا نلاحظ بالأسفل كل شيء يكمل ديامل synchronize شوف هنا تمام؟ فإطلب أن لدينا enable أوكي خلينا نقول له enable ما عنده مشكلة؟ نضغط على كلمة run أوكي؟ من تضغط على كلمة run راح يبدأ يعمل compile ويحاول يشغل التطبيق شوف resolving launch configuration طبعاً أول الشغلة يسويها يدخل على application properties يتأكد من أنه أنت محط فات configuration معين شي معين أنت مضعف لعلى سبيل المثال فهذا راح يكون مسؤول عليها طبعاً راح نشوف ما نتعامل مع configuration أوقات تلقى application.properties وأوقات في مبرمجين يستخدمون application.yaml yml عادي عادي جداً نستخدم application properties دعنا نقف نعمل check هنا ونقول له allow access ونلاحظ أنه spring بلش أنه يشتغل ازين طبعاً هذا ممكن شوية يجمد ونقول له allow access ورح يشتغل عادي أول مرة فشوف لاحظ Tomcat server web server بلش يشتغل هذا تنتظر لحد ما يكمل طبعاً هذا ممكن شوية يتكبر أيضاً حتى تشوف اش دي يصير هذا started my application started شوف يقولك أنه بلش دعونا نجرب طيب هو port malton مبدئياً على يا رقم يشتغل على يشتغل على رقم 8080 يعني localhost 8080 إذا جيت فتحت المتصفح كتبت له هنا localhost 8080 8080 بالتالي ظهر لي شنو شوف لاحظ hello محمد عيسى مبروك أول صفحة أنت صنعتها باستخدام java زين إذا ما حبيت هذا البورت وتريد تغيره فبسيط جداً تجي على application properties تجي على هنا بفارغ رح تلقاه تكتب له server.port يساوي مثلاً 8000 بهذا الشكل زين يساوي 8000 كنترول عفوا كنترول زائد يراح يكبرنا الخط شوي شوف لاحظ server.port هذا خلي انصغره طيب يعني شون طفي لو تلاحظ هنا لو تلاحظ هنا في عندك كنترول أوكي يعني لاحظ هذا ممكن توقفه جزئياً هذا توقف المشروع بالكامل أو تعمل restart هذا رح يبقى موجود وياك هذا رح يبقى موجود وياك هذا ال control ما دام المشروع شغال بمجرد ما تطفي رح يختفي أوكي فإذا جينا على المشروع وقلنا له refresh طبعاً هو بعد ما عمل هنا compile بس هو هنا دي يعمل refresh شوف لاحظ شي يقول لي ما موجود ليش إحنا الport غيرنا إذا قلنا له 8000 شوف لاحظة الآن الport تتحول إلى 8000 طيب شنو هاي الفايدة مالتا ممكن أوقات 8080 port مالتا هذا مشغل أو تستخدم من قبل خدمة معينة فذكر تستخدمها بأي طريقة طيب يعني شون أوقف المشروع هذا أقول له stop وقف المشروع زيني شون إذا غلقته وطلعت من البيت رحت عندي شغل وراها رجعت حادي جداً تفتح ال Visual Studio Code تروح للمشروع وإذا أنت أصلاً تفتح المشروع مسبقاً فراح يفتح لك يا رأساً والملفات التي تفتحهم أوكي وخل نغلق الملفات خل نقول مثلاً هذا Right Click Close All خل نغلقهن فراح يطلع لك بهذه الصورة تمام؟ فكل اللي تعمله أنت تفتح المشروع يعني هذا إذا كان شكل مغلق تفتح ال Source تفتح المين وتلقي عندك شنو اسم التطبيق مالتك MyApplication.java اللي موجود بها Public Static Void Main String هذا مجرد أنه تقول له أنا Play راح يبدأ شي سوي يشغل لك المشروع ومجرد أنه أنت تجي على المتصفح إذا تذكر بال Application Properties إذا حولنا إلى 8000 فراح يصير هنا Local Host 8000 طبعاً حالياً هو بعد ذلك يشغل يعني لو نرجع للمشروع بعد ذلك يعمل لها Run طبعاً راح يبدأ يشغل شوف هنا ممكن يسألك قل له يسألك ما عندك مشكلة شوف بلش يشغل Springboard Require أوكي قل له Enable شي طلع لك قل له Enable حسنًا 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 منحن أساس نحن أختم واه أختم هل عام نحن للمشروع متدر حسنًا حسنًا هذا بالنسبة للايف دايتا عادي كله close دعوني نجي هنا ننطقي لرفرش لاحظ ظهر عندك هلو محمد بمتاز يعني كل مرة انت تحبت شغله بهذا طريقة تكون فعادي جدا انت توقف المشروع وتروح تعمل شوبينج او ايشي تريد تسوق او ايشي اخر نقدر نغلق هذا شوف هذا وقفنا نغلقه ونغلقه بهذه الصورة اذا ها هي الآلية اللي احنا نعرف بها Spring Boot في داخل ال Visual Studio Code نوقف هنا نكمل درس القادم مع السلامة